ورجعنا لحضراتكم بعض الفاصل عشان نروح للفقرة اللي أنا معجب بالناس فيها جداً دلوقتي وبقى معانا ما شاء الله عادة الكبير كمان فقرة الفانتازي نبدأ باللي جابوا أعلى نقط معانا في الدوري وهم اثنين المراتي بالمناسبة عني أحمد علاء الدين ومحمود فاروق جابوا 111 نقطة في الجولة اللي فاتت ودول أكيد من كابتنين راشفورد زي ما حضراتكم شايفين كده مش من كابتنين هلند من كابتنين راشفورد لان انا وقعت في الخالطة دي أنا كابتن هلند بصراحة وجبت ستين نقطة لو أنا مش بكابتن هلند وكابتن راشفورد كان هيبقى زيادة على أربعين نقطة كنت أخش معانا في نفس الرقم تقريباً أربعين نقطة زيادة يعني نشوف الترتيب العام كمان اللي لسه بيتصدروا محمد حمدي لكن هو جايب المراتي أقل من تسعين نقطة في الجولة اللي فاتت المنافسة شارسة جداً في دوري سيفن دي سبورت المراتي ده التشكيل 111 نقطة يعني ما شاء الله الاتنين جايبين اللي اتنيم كابتنين راشفورد خلاص أنا انا غلطت يا جماعة أنا اللي غلطاً أنا مش بكابتن راشفورد لو كنت كابتن راشفورد كان بقى حالي ده التشكيل بتاع أنا هون تشكيل بتاعي أنا كابتن هلند أنا حاطت التشكيل كويس وكل الناس جايبه كويس بس هلند جاب لي أربع نقطة يعني ما جابش أهداف وطبعا أنا غلطت غلطة كبيرة جداً لو أنا كابتن راشفورد وقدت بقيت 1110 زوج يا جماعة أو 11 أو 10 هذا هو الترتيب العام طبعا الحرب الشارسة جدا زي ما انتو شايفين كده العدد كمان ماشاء الله زاد الراجل الاول ده اول عطول انه بيلعب من بدري يا جماعة هو بيلعب من بدري فالتوتال بتاعه عالي جدا الف ربعمائة ستة وخمسين توتال عالي اول انه بيلعب من ابننا بكتير يعني بس في المجمل انا معجب جدا بالالشباب عاملينه بصراحة وفي ناس كتير جايبة حاجات كتير يعني في ناس كتير او جايبة ارقام عالية وفي ناس كتير او بتزيد معانا وكمان انا شايف ان كل واحد بيكتهت في التشكيل انا شوفت على فكرة بتطلع على التشكيلات كلها لا فيه تشكيلات هايلة يعني فيه ناس جايبة ارقام مرعبة يعني سيبك من الاتنين اللي جايبة 111 لا فيه 110 وفيه 109 فيه ناس كتير قرائبة بينهم يعني ده كان فقرة الفانتازي اللي معايا النهاردة